محمد صلاح سلطان عمل إعلان عايز مدير مدير يعمل إيه المدير؟ قال لك هذا المدير للتطوير وتنفيذ كهود استراتيجية جمع التبرعات والتمويل يعني عايز واحد مدير لجمع التبرعات للإخوان في أمريكا إدارة كتابة المنح وتحديد فرص المنح الجديدة التعاون مع الشبكة لتحديد وبناء علاقات مع مانحين جدد إنشاء اتصالات المانحين والتواصل والحفاظ على المراسلات المنتظمة مع الجهات المانحة إعداد تقارير إسبوعية وشهرية عن جهود جمع التبرعات ترفع إلى المدير التنفيذي محمد سلطان محمد صلاح سلطان ابن القيادة صلاح سلطان الكادر الإخواني هنا في مصر اللي موجود في أمريكا ومعاجل سئة أمريكية قاعد في واشنطن شغلته بس يرسل كل يوم مجموعة من الرسائل إلى أعضاء الكونجرس أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والمانحين وعنده مؤسسة بيلمي بها فلوس زي ما نشايفين عامل مبادرة أهو قدامكم عايز ديركتور عايز مدير لعملية جمع التبرعات يكون مقيم في واشنطن ومحمد صلاح سلطان اتكلم محمد صلاح سلطان على المعونة الأمريكية اتكلمت اي حجازي عن المعونة الأمريكية اتكلم وليد شرابي عن المعونة الأمريكية اتكلم اي منورة عن المعونة الأمريكية اتكلم عضو مجلس النواب الأمريكي دون باير أهو قدام حضراتكم اتكلم في لقاء مع قناة الجزيرة برضو بيكلم فيها على الغاء المعونة والمساعدات الأمريكية بقول لك نستخدمها للضغط على القاهرة لتحسين حالة حقوق الإنسان الفلوس دي المفروض تروح لحالة حقوق الإنسان ما تروحش للدولة المصرية شايفين كم التوجهات والمحاولات والجهود المضنية من أجل إيقاف أو منع المعونة الأمريكية أو المستعالات الأمريكية أو الدعم الغربي لمصر شايفين نفس الفكرة زي ما نقول للناس أنتوا بتاخدوا معونة من برة وده المعونة دي بتستخدم ضد الدولة يقول لك تم مد الحكومة بتاخد معونات هي حرام علينا حلل الحكومة ده زي واحد زي ما نشتم المجلس العسكري ويقول لك أنا بحب الجيش بس المجلس العسكري لا واحد يقول لك أنا بحب مصر بس بكره الدولة حاجات كتير جدا 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 دي مزروعة ومغروسة في أزهان هؤلاء إنه المعونة الأمريكية زي الحكومة ما بتاخدها إحنا حلل علينا ناخدها طيب الحكومة دي الدولة في حكومة الدولة وفق آليات كل الدولة بتشغل بيها لا يمكن أن في واحد أو في دولة محترمة تسمع أن حد ياخد تمويل دون أن يمر على المسارات الرسمية للدولة إجمالا عايز أوصل مع حضراتكم إلى لقطة بتقول أن هؤلاء الخارجين على الوطنية وهؤلاء اللي بيسموا نفسهم معارضة الخارج هؤلاء الموجودين في أمريكا وفي تركيا وموجودين في لندن هؤلاء بيجمحهم جامعة واحد كراهية الدولة المصرية لا أبالغ في هذا ولا أزيد على وطنية أحد لكن ما يقوم به هؤلاء من محاولات حثيثة محاولات مستمرة محاولات مستميتة للهجوم على الدولة المصرية والتأثير على الدولة المصرية إيقاف عجلة التنمية في مصر من خلال مخبط الأجهزة والمؤسسات والدول الخارجية لمحاولة التشويش والتشوي على مصر أما نيجي نقول إحنا بنحسن سورة مصر داخليا وخارجيا وبيستخدم بنستخدم في ذلك وسائل إعلام المحلية والدولية والمراسلين الأجانب وشركات علاقات العامة لأن كل دولة عندها المفروض ترويج لسورتها ترويج لإمكانياتها صادية والساسمارية وسياحية وموردها البشرية بنسوق بلدنا بشكل ممنع هؤلاء بيعملوا تسويق عكسي هؤلاء بيعملوا خصمة من رصيدنا هؤلاء بيحاولوا يعملوا لكن أنا بقول لا حياة لمن تنادي هؤلاء لن يسمعهم أحد ولن يستمع إليهم أحد لأنه زي ما بقول خلاص دول فاتهم الأطر هؤلاء بقول لأيمان نور وإبراهيم مونير وآية حجازي محمد صلاح سلطان ومحمد ناصر وكل هؤلاء المرتزقة بقول لهم فاتكم الأطر فاتكم القطار خلاص انتوا وقفين في محطة بلا عنوان القطار ماشي خلاص وانتم موجودين في محطة بلا عنوان النسيان كتب عليكم خلاص قد تيه كتب عليكم كبني إسرائيل خلصنا